وعلى غير العادة هكون معكم النهاردة في الفكرة التانية وهتكون هي العادة وكالعادة فكرتنا هي الفكرة الرياضية اللي من خلالها بنعرف أهم أخبار الأسبوع سواء داخل مصر أو خارج مصر خلينا نبدأ سريعا مع بعض ما أهم الأخبار وأحداث الأسبوع في مصر وتحديدا بدايتنا مع النادي الأهلي النادي الأهلي صعد رسميا إلى نصف النهائي بكأس مصر تحت قيادة فنية لسويسري ريني فايلر بعد تحقيق فوز غالي وسمين جدا على نادي الترسانة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد أحرض هدفي النادي الأهلي جونيور آجايي وهدف نادي الترسانة الوحيد إبراهيم منظور وورا من خلالها قدتنا نشوفه نتعرف على نادي الترسانة نادي صاحب التاريخ اللي أنا شخصيا كنت أتمنى أن أشوفه في الدوري الممتاز ثاني من قطر ما سمحت عنه وتاريخه الكبير طبعا ست كاس مصر واحد دوري عام خلينا أقول لكم أن المباراة دي كانت هي المباراة الأخيرة للسويسري ريني فايلر اللي بعدها غادر مباشرة على المطار متوجها إلى بلد سويسرا وكانت هي المباراة الأخيرة زي ما قلنا بعدها تماما تولى المهمة مستر بيتسو ميسماني المدرب الجنوب إفريقي قادما من نادي سانداونز الجنوب إفريقي سانداونز الجنوب إفريقي تخلى عن مدرب للنادي الأهلي برغم أنه كان ماضي عقد لمدة أربع سنين قادمة لسه العقد ممضي من أسابيع وممكن من شهر كمان تولى مهمة سانداونز المدير الفاني بيتسو ميسماني منذ 2008 حقق معهم عشر بطولات منهم خمسة دوري عام وواحد بطولة دوري أبطال فرقيا في 2016 خلينا أقول لكم أن بيتسو ميسماني تقدم النادي الأهلي وصل للنادي الأهلي النهاردة أو عفوا وصل للمطار النهاردة في تمام السابعة صراحا واستقبلوا النادي الأهلي وفد من النادي الأهلي مكون من أمير توفيق وبعض الأعضاء بيتسو ميسماني يتولى المهمة وهي مهمة صعبة جدا جدا أعلن عنها لسه بالأمس النادي الأهلي من خلال صفحته على السوشيال ميديا والنهاردة خلاص وصل بيتسو ميسماني ويعني إيه هتولى المهمة خلاص النهاردة بداية من النهاردة في تمام الخامسة مساء الميسماني ليه خبرات كبيرة جدا وليه أحداث يعني في إفريقيا ويحافظ إفريقيا يعني إيه زي ما بيقوله كده شبر شبر هيواجه الوداد مع النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا وبالفعل كان هو أصلا مواجه الوداد قبل كده في دور المجموعات فاز على فريق الوداد بنتيجة واحد سفر في دوري في جنوب إفريقيا ويتعادل معهم في المغرب خلينا أقول لكم برضو أنه هو واجه النادي الأهلي في دور التمانية مع مستر ريني فيلر قدر أنه هو مستر ريني فيلر يتغلب على أبيتسو ميسماني خلينا نقول في الأول وفي الآخر أنه هي مهمة صعبة جدا على أبيتسو ميسماني اللي هيبدأها مع نادي المقاولون العرب هيبدأها مع نادي المقاولون العرب يوم 14 يعني خلاص كمان يومين وهيبدأ تاني المباراة اللي بعدها مع أم بيوم 17 وبرمز يوم 11 والوداد يوم 17 والعودة هتكون يوم 23 كل التوفيق لبيتسو ميسماني في قيادة النادي الأهلي كأول مدير فني أفريقي غير مصري يتولى مهمة المارد الأحمر مرة تانية معنا كده أخبار نادي الزمالك وتحديدا مع باتشيكو اللي تولى المهمة الأسبوع ده وحضر مباراة الجونة من المدرجات وبالأمس القريب كان بتولى القيادة الفنية لنادي الزمالك على أرض الملعب في مواجهة مع النادي المصري وقدر باتشيكو أنه يحقق أول سلاسة نقاط من النادي المصري بعد الفوز عليه 1-0 في بطولة الدوري العام شهدت المباراة أحداث كثيرة جدا جدا منها حصول نادي الزمالك على ضربتي جزاء أحرز من خلالهم محمود على هدف اللقاء الوحيد وأضاعها الأخرى والنادي المصري حصل أيضا على رقلة جزاء ولكن تم إلغاء الفار تم إلغاها من قبل الفار والأحداث المهمة اللي كانت في المباراة إن كارت طرد أحمر أو كارت أحمر للفرجاني الساسي بعد تهوره كده على الحكم والاعتداء عليه باليد كده وبرضو بعد المباراة شفنا اشتباكات من لعبي المصري مع إمام عشور وبعض لعبي نادي الزمالك نتمنى كده يكون التعامل باحترافية ونتمنى نشوف دايما الأندية الجماهيرية مع بعض بالشكل احترافي في التعامل لأن لو فيه جماهير كنا ممكن نشوف للأسف يعني حاجة بحلنا من اتمنى كلنا من اتمناش إننا نشوفها أبدا باتشيكو بعد ما تولى مهم التدريب الزمالك بالأمس كان معها مباراة المصري في المباراة القادمة هيكون مع سموحة في كأس مصر يوم خمسة عشر المباراة دي مهمة جدا وقد تكون هي المباراة الأهم لباتشيكو قبل المعترق الأفريقي في المباراة اللي بعدها هيكون مع ديجلة يوم اتناشر عشر وبخلاص كده هيستعد لدوري أبطال أفريقيا في لمواجهة إراجاء يوم تمنتاشر عشر والعودة يوم خمسة وعشرين عشرة كل الأمنيات بتوفيق لباتشيكو مع نادي الزمالك وتمنياتنا طبعا إننا نشوف نهائي مصري خالص اللي بعدها عندنا عمر جابر لعب نادي الزمالك السابق عمر جابر يعني كان إيه انتقل لنادي طبعا بازل السويسري ومنه إلى نادي لوس أنجلوس الأمريكي وبعدين لنادي بيرامدز مؤخرا نادي الزمالك رفع قضية بحق رعاية اللاعب عمر جابر وكان عمر جابر يعني الفيفا حكم بحقية نادي الزمالك بخمسة وتمانين ألف دولار من نادي بيرامدز وبعدها بيوم حكم بخمسة وتلاتين ألف دولار من نادي لوس أنجلوس طبعا لانتقاله من بازل لوس أنجلوس كحق رعاية للفريق أموال طبعا مهمة جدا بتدخل النادي الزمالك في وقت صعب ومهم جدا 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 المعترك الافريقي ونصف النهائي نصف النهائي اللي بيجمع بين الرجاء والوداد والأهلي والزمالك فارقين من المغرب وفارقين من مصر أخوان كارلس جاريدو ترك الرجاء منذ فترة بعدها ترك كارتيرون الزمالك وبعدها مؤخرا ترك فيلر النادي الأهلي السلاسي غادروا أنديتهم يا ترى ده هيأثر ولا لا معنا كده على الهاتف الأستاذ حسن فرماوي الناقض الرياضي عشان نتعرف أكتر على أهم التفاصيل مغادرة المدير الفني للنادي الأهلي وهكذا للنادي الزمالك وبرضو للرجاء صباح الخير يا أستاذ حسن صباح الخير إذا كابتن محمد عمل إيه يعني صباح الكل على حدوتك وعلى أستاذ المشاهدين والمتابعة طبعا وعفوا حسين الكابتن حسين الفرماوي مش حسن فرماوي خلينا كده أبدأ معك كده في الأول وأعرف رأي حضرتك مين الخاسر الأكبر في رحيل مديره الفني النادي الأهلي برحيل فيلر ولا باتشيكو أو عفوا يعني كارترون برحيله عن الزمالك أو حتى الوداد اللي غادر عنه في إخوان كارلوس جاريدو طيب خلينا نتكلم بلغة الكرة بلغة الصحافة نتكلم بلغة الكرة أفضل أنا شايف أن النادي الزمالك هو طبعا الخاسر الأكبر برحيل كارترون ليه الخاسر الأكبر لأن كانت اللعبة خلاص حفظ الرتم أو الإسلوب أو طريقة لعب باترس كارترون وخصوصا في المباريات خروج المغلوب أو في مباريات الزمالك تمام؟ تمام؟ والدليل على كده لنادي الزمالك في الماتشوات اللي هي ماتشوات كؤوس أو ماتشوات بطولات مثلا قدام نادي الترقي مواجهة النادي الأهلي في الصبر الأفريقي لا نادي الزمالك بيعرف يكسب الماتشوات دي بالطريقة اللي وضحها مستر باترس كارترون كان هي بقى أهم ثلاث ماتشوات في مسيرة نادي الزمالك طبعا في البطولة بوجود الرجل ده بعد رحيله نادي الزمالك اتجه لمدرب بنفس المدرسة اللي هو طبعا جيمي باتشيكو بس ونتمنى طبعا الأفضل لنادي الزمالك ده من وجهة نظريها طب تمام؟ شفت كده اتعامل إدارة القطبين مع الأزمة اللي هي جاد في وقت حارج جدا إزاي؟ بقدوم مسماني للنادي الأهلي وباتشيكو لنادي الزمالك طب نبدأ بنادي الزمالك زي ما أنا لسا يتبقى في الوقتي نادي الزمالك لما جيه دور على مدرب دور على مدرب يعني بيتبع نفس النهج والسلوب بتاع اللي اللعابة حفظته خلال الفترة اللي فاتت مع الرجل انت ما ينفعش يبقى اللعابة ماشي على معين خلاص حافظ وطريقة لعب الراجل وانت تكي يعني هتجيب مدرب بعقلية مختلفة هيأثر على اللعابة والدليل على كده اللي انت لما جبت كبتن طارق يحيا مدير فني مؤقت لمبارايتين او لمبارايتين ويحاول ليفتح الجيم او يلعب كرة هكومية انت شوف تنادي الزمالك طبعا كان بان التأثير يعني بالسلب ازاي وان في عدد اهدف كتير دخلت فيه في مبارايتين طبعا كان عدد الاهدف ده وكانش بالطريق يعني بالعدد ده مع نصر باترس فعشان كده التاجه اللي هو رجع المدرب السبق اندر الزمالك جيمي باتشيكو اه يعني جيمي باتشيكو زي ما هو واضح قدنا كده صورته معنا اللي عليه لغط كبير جدا جدا قبل ما يجي قبل ما يجي شوفنا بعم كبير جدا من جماهير الزمالك وشوفنا برضو انتقادات لرجوعه بعد هروبه سابقا في 2015 نقدر نحكم على باتشيكو بعد مباراة الامس وفوزه على المصري ولا نقول لسه رادري بص يا محمد في الطبيعي احنا مش بنحكم على اي مدرب في الدنيا مش جيمي باتشيكو بس من اول ماتش لكن فيه نقطة في تحسب له اللي انت بتتكلم من بارح نادي الزمالك لعب تقريبا خمسة وخمسين دقيقة وهو ناقص لعب مزبوط كده اللي هو في الجنساس بعد ما اضطرد مبارح بالرغم من ده كله خطوط قريبة من بعضها ما تحسش ان فيه لعب ناقص من نادي الزمالك بل بالعكس نادي الزمالك برضو كان اخطر وهو بعشر لعب تخطوط قريبة من بعضها بلعب على الهجمة المرتدة ويقدر يوصل لحمد مسعود في كورتين وثلاثة شوط التاني عكس المصر اللي كان بلعب على الاوبارات وتحس ان ما فيش حلول عشان زي ما بقولك ان خطوط نادي الزمالك قريبة بعضها هي كورة عمر كمال بس يعني ابو كابل تقلق فيها لكن غير كده نادي الزمالك تحس اللي نادي الزمالك برضو هو الاخطر بغض النظر ان مطروض منه لعيب وما كانش بلعب بطرع هجومية بس نادي الزمالك كان هو الاخطر ودي طبعا برضو يعني يعني بعد ذكرك بخصوص ذكرك لفرجان الساسي شوفنا طبعا ازمة انبارح اللايحة بتقول ايه في يعني حالات الشغب اللي زي دي سواء ازمة فرجان الساسي مع حكم اللقاء او حتى يعني ايه مش عايز اقول الخناءة ولكن الاشتباك اللي حصل كده بعد اللقاء مع احمد مسعود وامام عشور وبعض لعيبي المصري اللايحة بتقول ايه فيهم احنا هنبسط الامور احنا هنبسط الامور خارس للناس مشا نتكلم احنا ايه باللغة بتاعتنا في حاجة اسمها اقصى يعني اقصى تقدير حاجة اسمها اقل تقدير ودي بترجع بقى الكابتن امين عمر ارفعه بتقريره او رفعه بتقريره باللغة اعلى اللي هو اقل تقدير ده محمد اللي هو اقاف لمدة ستباشر مباراة وقفة مالية متين الف جنيه ازا تم تفسير الواقع بانها دفع يعني ترجاني دفع الحاجة في الياب يبقى فيه اقاف لمدة ستتاشر مباراة وغرامة مالية متين الف جنيه ده رقم واحد رقم اتنين اا اقاف تمن مباريات ومت الف جنيه لو تعدى باللغة والحاكم اثبت في متخبرة او في تقريره ان في سباب من اللاعد دوت شتم الحاكم واثبت ده في مذكرة الحاكم يبقى يقاف تمن مباريات ومت الف جنيه وهو الاقرب طبعا نتمنى طبعا يعني هدوء الاجواء جدا بين اندية الجماهيرية جميع اندية الجماهيرية الاستاذ حسين فرماوي الناقد الرياضي شكرا لحضرتك كنت معانا النهائدة ننتقل سراعا كده ونرجع لافريقيا وتحديدا مع الاتحاد المنستيري ومن تونس الاتحاد المنستيري ادري ان هو ياخد او يحصد لقب كأس تونس بعد الفوز على نادي الصفاكس التونسي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء اتحاد المنستيري هو اول لقب يعني في تاريخه مع الكاس وخليني برضو ابركنهم اولهم الف مبروك لاننا طبعا بنشوف اندية كتير جدا جدا بتاخد اطقاب الكاس او بطولة الكاس وتكون فجأة جدا وبرضو نقول نتمنى اشفاء العاجل اللاعبي نادي الطراج التونسي لان عندهم 15 اصابة بفيروس كورونا عندنا برضو بعد كده دروكبة دروكبة اللاعب او الاسطورة الافريقية يحصد جائزة رئيس الاتحاد الاوروبي كاول لاعب افريقي يحصد على الجائزة دي وايضا كاول لاعب غير اوروبي يحصد على جائزة رئيس الاتحاد الاوروبي وعمر اواردة ينتقل الى فلورس اليوناني في تجربة خمسة لي نتمنى لي طبعا كل التوفيق ذكر عمر اواردة وقال ان مدرب باوك بيتمنى تدميره وفي الاول وفي الاخر احنا بنتمنى التوفيق لعمر اواردة وعندنا في كأس الربطة الانجليزية ارسنال يطيح بليفاربول برقلات الجزائب وبشاركة صلاح والنيني انيني اضاع رقلة الجزاء السالسة وبكده عندنا مواجهات يعني كأس الاتحاد في نصف النهائي ارسنال يواجه منشستر سيتي وايفيرتون يواجه منشستر يونيتد واستوك يواجه توتنهام وبرينفورد يواجه نيوكاسل اما عن الحديث عن قرأة دوري ابطال اوروبا عندنا قرأة دوري ابطال اوروبا اللي قيمت بالامس نقولها سريعا مع بعض كده بايرن في المجموعة الاولى معا اتليتكو سالسبرج والمجموعة التانية ريال مدريد وشاختار وانتر ميلا وبروسيا منشن لانباخ وبانشستر سيتي في المجموعة السالسة معا بورتو والينبياكوس ومرسيليا والمجموعة الرابعة ليفربول واياكس واتلانتا وميلاندا الدنماركي والمجموعة الخمسة جبلية وتشيلسي وكاريسندر ولكسندار وستار ريمايس وبروسيا دورتوموندو في المجموعة الستة معا زينيت ولاتسيو وكلوب بروغ كلاسيكو من جديد تاني بين ميسي وكريستيانو معا دينامو كيفا وفرنسان فورد وباريس في المجموعة التامنة معا منشستر يونيتد وريزبيرج وبشاكا شهير التوركي معانا كده خبر يعني الصراحة ما كنتش حابب اقوله يعني طبعا معانا الاول خبر ميار اشرف نجمة مصر طبعا اللي شرفتنا في بطولة روان جاروس بنتمالها التوفيق اللي خسرت امام المصنفة الرابعة في البطولة كارولينا بنتيجة 2-1 في الختام كده يعني حابب اقول ان انا كان معايا خبر ما كنتش حابب اقوله تماما ولكن المهنية يعني ايه تحتم عليها ان انا اقوله وهو انتقال اللاعب ضياء ضياء سبع لاعب نادي جوانزو الصيني وهو يحمل الجنسية الاسرائيلية كاول لاعب اسرائيلي ينتقل الى الدوريات العربية وتحديدا الى نادي النصر العربي ما عنديش تعليق تماما على الخبر ده ولكن اقول لكم وانا بعمل سيرش عن الخبر اعرفت ان ضياء من موليد عرب 48 ما عرفش ده يمثل اهمية بالنسبة لكم ولا لا خلينا نشوف تعليقاتكم ونتابع معهم وبكده يا زي المشاهدين يكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة ويا رب تكون عجبتكم فاصل قصير ونرجع مرة تانية مع اسماء وجدي في الفقرة الاجتماعية